عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة الحادية عشر من جلسات المنتدى الفكري بعنوان صناعة الهايدروجين الأخضر الفرص والتحديات بحضور نقبة من الخبراء وعدد من المسؤولين وقد شهدت الجلسة تقديم عرض تناول مستويات الانتاج والطلب العالمي على الهايدروجين والاستثمارات العالمية في هذا القطاع وحجم التجارة به وكذلك التحديات ذات الصلة والممارسات العالمية الرائدة وأخيرا واقع وآفاق صناعة الهايدروجين الأخضر في مصر